وبأحداث غزة شفنا وعم نشوف كيف عم بصير فيه يعني تجييش للرأي العام بشكل كتير كبير هذا الشيء عظيم هذا الشيء مشجع لنا لأنه لأول مرة في التاريخ 75 سنة من الاحتلال العدو الذي يستنجد ويطلب الإعانة والمساعدة ولكن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ما في شيء اسمه إبادة جماعية فيها قتل وإرهاب وعظيم تدمير كامل يا ستي كم سوء روسي قتل في الحرب ضد النازية 27 مليون أديه هو عدد سكان غزة أديه بعد من طبقه غزة كانت 150 ألف اليوم غزة مليونين دمريها اهدميها كاملة ألمانيا دمرت بالحرب العالمية الثانية نعم وبعد خمس سنين أصبحت قوة عظمى واحدة من أغنى خمس دول في الدنيا التاريخ لم يكن العالم كله مع إسرائيل يعني اللي عم بصير مع إسرائيل العالم جزء كبير من العالم والولايات المتحدة الأمريكية المدافع الأول عن إسرائيل المدافع الأول إسرائيل لأن إسرائيل دولي عظمى تمام تدعم مين مع فلسطين كويس هذا يدل على أنك ضعيفة لما أنت تستعيني بأمريكا أنت ضعيفة مين مع فلسطين اليوم الفلسطيني وما بدي حدا يكون معه مين أي فلسطيني كل فلسطيني كل فلسطيني كل فلسطيني مع فلسطين مع الأضياء الفلسطينية نعم ما في فلسطيني يعني مثلا أخذي الأردن أنا أجاني قبل دقائق تلفون من عم معا الأردن فيه أكترية فلسطينية طبيعي طبعا كل الأردن سياراته عليها عالم فلسطين شفنا الشارع الأردني كله على أعلام فلسطيني والأردنيين الأصليين أكتر من الفلسطينيين تواطفا ووطنية وفخرا باللي صار ما في حدا بالأردن ضد الفلسطينيين بس مش هذا السؤال أنا أريد هذا الشعب أن يحقق هو الانتصار ما بدي دولة من من دون مساعدة حدا لازم المساعدة شيء ولكن أن تدخل الحرب معه أو عنه هذا اللي لا أريده يعني مساعدة عينية مساعدة بالتمويل بالتسليح، بالتكنولوجيا، بالاستخبارات هذا ما أنه بحاجة لمساعدة إيران وحزب الله يا ستي لما بيقولك أنه هذه إيران عم بتساعد نعم طيب لما أمريكا تساعد إسرائيل مسموح ولما إيران تساعد الفلسطيني مش مسموح أنا ما بنكر ولا يجوز أن ننكر فضل إيران على المثورة الفلسطينية وعلنان كما أمريكا وضعت كل إمكانياتها في تصرف إسرائيل بس ما حدا بقول أنه ما بيجوز أمريكا تلعم إسرائيل نعم كذلك ما في مشكلة إذن النصر اللي بتطلبه أو اللي بتطمح له هو فلسطيني مية بالمية مع دعم يعني تمويل أو غيره ولكن كمقاومة فعلية مسلحة فلسطينية تكون أنا أتمنى أن لا تتدخل أي دولة أو أي قوة عسكرية لدعم الفلسطينيين أتمنى وبتقدر فلسطين لوحده بيقدر الفلسطين لوحده يواجه لا لا كيف شايفي أنت مين الرابع طيب ولسه خليني أذكرك عملت إنجاز تاريخي يعني اللي صار هو ولسه انتظري الإنجاز التاريخي الأكبر عندما تدخل الضفة الغربية في المعركة فكر كتلخفة الغربية رح تضل ساكتة